قاعدة سرية إسرائيلية للدرونات موجودة شمال شرق الأردن هذه القاعدة موجودة بين الصفاوي ورويشد أقرب لرويشد شمال طريق بغداد هذه جاية بين مجموعة من التلال الهدف منها إطلاق درونات علشان تنطلق في المنطقة وتراقب بالذات في جنوب سوريا هذه القاعدة الإسرائيلية اللي موجودة زي ما قلنا في منطقة الرويشد في الأردن بتقوم بإطلاق طائرات درون تقنيتها عالية للغاية ارتفاعاتها عالية جدا وبالتالي صعب التقاطها بالرادار الدرونات في العادة بتطير على ارتفاعات منخفضة هذه بتطير على ارتفاعات عالية جدا من طراز خاص من الدرونات وللعلم الكيان الصهيوني أعتقد وكأنه الدولة الثانية في العالم من حيث تقنية الدرونات بعد أمريكا يمكن الثانية أو الثالثة بس من أفضل دول العالم في تقنية الدرونات هذه الدرونات تستخدم في مراقبة التحركات العسكرية في سوريا في العراق وحتى في لبنان وتركز خصوصا على تحركات الحرس الثوري الإيراني وخصوصا قرب الحدود الأردنية ووصولا يعني لمراقبتها من انطلاقها من الحدود الإيرانية عبر العراق وحتى وصولها إلى سوريا هذه عندما يتم رصدها التحركات تحركات الحرس الثوري الإيراني عن طريق هاي لدرونات ساعتها يدخل سلاح العدوان الصهيوني بقصف الأهداف وتدميرها وعلى الأغلب يكون ذلك داخل سوريا هذه التركيبة يا إخواني جزء من تعاون أمني ما بين المخابرات وأجهزة الأمن الأردنية والكيان الصهيوني وخصوصا الموساد وغيرها طبعا هذه القاعدة يحرسها مخابرات أردنية في عليها متابعة فنية من قبل المخابرات الأردنية وفيها ناس هناك فيه مرتب يداوم هناك ويعني أمورها هذه طيبة طيبة على الآخر هاي القاعدة حتى يعتقد أنه قبل أسبوع تقريبا كان فيه ضربة لدرونات إسرائيلية ضربت ميليشيات تابعة لإيران على الحدود بين سوريا والعراق ضربت من قبل الدرونات يعتقد أنه هاي الضربة تمت من هذه القاعدة اللي موجودة هناك طبعا اللي مستغرب بيقولك مش صحيح هذا الحكي قبل يومين نشرنا تقرير عن تدريب الاستخبارات البريطانية لأجهزة الأمن الأردنية وحكينا عن قاعدة بريطانية بعيدة عن عمان حوالي خمسة